بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الوحدة الخامسة وهي بعنوان حل وتصفية شركة التضامن الدرس الأول يتم تصفية أو حل شركة التضامن عندما تتوفر الأسباب القانونية لذلك عندما تتوفر الأسباب القانونية لحل وتصفية شركة التضامن ونقصد أو نعني هنا بالتصفية تسديد ديون الشركة وتوزيع ممتلكاتها بين الشركاء حسب أنصبتهم فيها وتتم عملية التصفية بعدة صور منها أن يتوازع الشركاء الأموال الموجودة بعد تسديد الديون بيع الأصول وتحويلها إلى نقدية وتسديد الديون ثم تقسيم الباقي على الشركاء وقد تكون نتيجة تصفية شركة التضامن ربحا بمعنى أن تكفي موجودات الشركة وقت التصفية لسداد ديون الشركة وسداد حقوق ملاك الشركة وقد لا تكفي هذه الموجودات التي بحوزة الشركة وقت التصفية لسداد الديون وحقوق الملاك مما يعني أن يفقد الشركاء بعض رؤوس أموالهم وقد تكون نتيجة الشركة خسارة بمعنى أن لا تكفي موجودات الشركة وقت التصفية لسداد ديونها فضلا عن حقوق الملاك وبالتالي يضطر الشركاء إلى أن يتحمل الشركاء جزءا من ديون الشركة ويسددونه من أموالهم الخاصة حسب أنصبتهم في الشركة وهناك إجراءات محاسبية للتصفية أو هناك خطوات تتم بها التصفية وهي إنهاء جميع الأعمال العادية وإعداد قائمة المركز المالي للشركة قبل البدء في عمليات التصفية يعني لا بد من إعداد قائمة مركز مالي للشركة في وقت التصفية بيع أصول الشركة وتسجيل الفرق بيع أصول الشركة وتسجيل الفرق بين القيمة الدفترية للأصول المباعة وبين صافي القيمة البيعية لهذه الأصول وتسجيل هذا الصافي في حساب يسمى حساب أرباح وخسائر التصفية تسديد ديون الشركة تقسيم الباقي بين الشركاء حسب أنصبتهم فيه الأرباح والخسائر أو حسب ما هو متفق عليه بين الشركاء وفيما يلي مثال لتوضيح ذلك فيما يلي قائمة المركز المالي لشركة زيد وعمر التضامنية والتي ظهرت قبل التصفية مباشرة الأصول والخصوم حقوق الملكية البنك 50 ألف ريال المدينين 120 ألف ريال مخصص ديوب مشكوك فيها 20 ألف ريال صافي المدينين 100 ألف ريال المخزون السلعي 150 ألف ريال الأصول الثابتة 130.300.000 ريال ومجمع استهلاك الأصول الثابتة 300 ألف ريال إذن صافي الأصول مليون ريال مجموع الأصول مليون 300 ألف ريال الخصوم حقوق الملكية مليون 300 ألف ريال وقد وضعت الشركة في حالة تصفية وتم تحصيل مبلغ 90 ألف ريال من المدينين وأعطوا مخالصة بخلوق ذمتهم وفي الميزانية مبلغ المدينين 120 ألف ريال ومخصص ديوب مشكوك في تحصيله 20 ألف ريال إذن صافي المدينين 100 ألف ريال وتم تحصيل مبلغ 90 ألف ريال منها كما تم بيع المخزون السلعي بمبلغ 170 ألف ريال والمخزون السلعي كما هو ظاهر بقائمة المركز المالي 150 ألف ريال وتم بيعه بـ 170 ألف ريال وبيعة الأصول الثابتة بمبلغ 900 ألف ريال وكما هو ظاهر بقائمة المركز المالي فإن صافي الأصول مليون ريال وتم بيعه بمبلغ 900 ألف ريال كما تم تسديد الدائنين والبال قدره مبلغ 300 ألف ريال كما هو ظاهر في الميزانية وقسمت النقدية بين الشركاء بالتساوي حسب نسب توزيع الأرباح والخسائر المطلوب تسجيل قيود التصفية اللازمة موسيقى موسيقى موسيقى